عمليات النوعية جريئة وخاطفة تمكنت قواتنا الباسلة من تسجيل نجاحات متتالية بعد السيطرة على اجزاء واسعة من الغطط الشرقية بريف دمشق سجل بواسرنا انجازا نوعيا اخر تمثل بسيطرته على منطقتين سيد مقداد وبيت سحم وتم القضاء على نزار المشي متزعم الارهابيين في المنطقتين القريبتين من منطقة السيدة زينة في ريف دمشق الغربي والمشرفتين بالرؤية والنار على طريق دمشق الدولي واكد مصدر عسكري ان اهمية العمليات تكمن في تدمير تحصينات الارهابيين القضاء على اعداد كبيرا منهم وترضهم وابعادهم لمسافات متفاوتة عن طريق مطار دمشق الدولي وحلقاء في سلسلة عمليات يخطط لها جيشنا الباسل في الغطط الشرقية وفي بلدة القاسمية ونبقى في ريف دمشق ايضا حيث دمر بواسلنا تجمعا للارهابيين في حرستة وعددا من الانفاق ومدفعا مضادا للطيران وتم القضاء على عدد من الارهابيين عرف منهم محمود علي عفوف متزاعم احدى العصابات الارهابية وذياب عفوف الملقب بالعقيد وفي بلدتين ريمة ورأس العين في منطقة يبرود استهدف بواسلنا تجمعات الارهابيين وقضوا على عدد كبير منهم ودمروا ادوات اجرامهم وفي درع قضت قواتنا الباسلة على عدد من الارهابيين واصابت عدد منهم في بلدات نعيمية عرفة من الارهابيين القتلى وليد محمد جمع العبود متزاعم مجموعة ارهابية ابراهيم طلال عمر العبود محمد عماد العبود من ما يسمى لواء فلوجة حوران وفي احياء المخيم والحمدين في درع البلد وبلدات جملة والشبرق وتسيل وسحم الجولان بريف درع ذكب واسلنا اوكار الارهابيين واماكن تواجدهم وقضت على عدد كبير منهم عرفة من الارهابيين القتلى فهد العتيبي وسلطان لمطيري سعودية الجنسية وطارق المعوني اردني الجنسية من جهتين الثانية اغتال ارهابيون مختار مدينة طفص يوسف احمد البردان وذلك باطلاق النار عليه على طريق درع طفص في ريف ادلب قضت قواتنا الباسلة على اعداد من الارهابيين ودمرت اوكارهم في بلدة النيرب عرف منهم الاردينيان عزة محمد جاسم حمزة خطاب والارهابي الليبي صالح العلاف والارهابي السعودي قصار الحمراء كما تم القضاء على تجمعات للارهابيين في قرى وبلدات الحمامة والطيبات والقنية وزعينية ومشمشان والغسانية وبنش ومعرة مصرين وسراقب وجدار بكفلون ودير الزغب ومبنى المواصلات في